خلونا بقى نبتدي في الأول خالص قبل ما ندخل بقى مع حضراتكم عن يعني فيه سلسلة الأخبار اللي احنا جاهزين بيها النهاردة والمعلومات اللي عايزين نقول لحضراتكم عليها بس الحقيقة لازم في البداية نقول كلمتين كده ونتوجه بيهم تحديدا لجماهير النادي الأهلي في كل مكان لأن زي ما كانت نواند بتقول من شوية يعنيت غضب مشروع هو غضب حاصل وحقيقي وواقع أمر واقع وكونوا مشروع فهو مشروع جدا بس يمكن هي المعضلة أن كالعادة يمكن هي أقدر بقى قدر جماهير النادي الأهلي أن هما يكونوا متعودين من النادي الأهلي على الفوس بكل البطولات اللي هما بيطرف فيها ودي حاجة مش جديدة وبالتالي لازم برضو نقول أن كالعادة الرياضة مكسب وخسارة ما فيش بطل في الدنيا في أي رياضة سواء فرد أو فريق أو منتخب أو أيا كان ما فيش حاجة في الدنيا بتستمر على ما هي عليه لفترات زمانية طويلة يمكن النادي الأهلي لفترات سابقة أو في فترات سابقة كسر القاعدة دي وقعد لفترات طويلة جدا بيحصل على كل البطولات وكل الألقاب في كل المنافسات اللي هو بيشارك فيها لكن لكل جواد كبوة زي ما بتقال فعشان الغضب المشروع لأنها وانت بتتكلم مع حضراتكم عليه ده لازم نقول كلمتين في البداية لازم جماهير النادي الأهلي تكون فهم حاجة مهمة جدا ومنطقية جدا أن كل مسؤول في النادي الأهلي عارف كويس قوي ومستوعب كويس جدا طلبات وطموحات ومتطلبات يعني كل مشجع أهلاوي لأن هما نفسهم في الأساس وفي الأول في الآخر مشجعين لهذا الكيان ومحبين لهذا الكيان العظيم لازم نكون كلنا عارفين بل ووثقين كمان أن النادي شغال بكل ما أوتي من قوة على الفريق وعلى أنه وازاي نرجع تاني لوضعنا ولمصارنا الطبيعي في البطورات ومصارنا الطبيعي طول العمر زي ما كنا بنقول هو الفوز بكل البطورات وكل الألقاب فكان يعني لازم نقول لكم الكلمتين دول ولازم برضو نقول كل أهلاوي على حدى كن مطمئن عزيز الأهلاوي كل واحد يعني منتمي لهذا الكيان بيعمل دوره على أكمل وجه ودايما البطل بيتعرض له صعوبات وبيتخطاها وبيكمل وبيوصل لكل أهدافه ويمكن من ضمن الإشارات والأمارات والدلالات على أن النادي الأهلي هو نادي بطل أن حتى في أزماته تلاقي دايما النادي الأهلي يعني كل بصيصته وكل منتظر هيحصل معاه أيها طبعا